الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله صلى الله عليه وسلم وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله مشيا على الأقدام لزيارة إمام معصوم عليه الصلاة والسلام وفيهم وفيهم الملايين والملايين من النساء هل تعلمون من هي أول امرأة مشت مشت مسافة طويلة لزيارة معصوم ومتى كان ذلك وعين أول امرأة مشت مسافة طويلة بين المدن لزيارة معصوم هي السيدة الجليلة العظيمة فاطمة بنت أسد أم المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما النبي صلى الله عليه وآله هاجر من مكة إلى المدينة فاشتاقت إليه فاطمة بنت أسد التي عبر النبي صلى الله عليه وآله في حديث عنها بأنها أمه عندما توفيت جاء المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام باكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأل النبي صلى الله عليه وآله عن سبب بكاء أمير المؤمنين الإمام قال إن أمي فاطمة قضت أو مضت توفيت فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال وأمي والله اشتاقت إليه فاطمة بنت أسد فمشت على قدميها من مكة إلى المدينة أكثر من أربعمائة كيلومتر وهي حسب الحديث الشريف أول إمرأة مشت إلى النبي صلى الله عليه وآله على قدميها وهي الأسوة لهؤلاء الملايين والملايين من النساء المؤمنات الطيبات تلك سلام الله عليها مشت شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهؤلاء يمشين شوقا إلى حرم حفيده وحفيدها صلى الله وآله وسلامه عليه نحن بلا استثناء وأقصد من كلمة نحن المؤمنين لسنا لسنا بمستوى أداء حق النعمة الكبرى التي أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا وهي نعمة ولاية محمد وآل محمد صلى الله عليه الله وآل محمد وآل محمد وآل محمد هذه النعمة الكبرى التي أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا نحن لسنا بمستوى أداء حقها لا أقصد من نحن أنا وأمثالي فقط حتى خيرة المؤمنين قمة المؤمنين أمثال سلمان وأبي ذار أمثال أويس وميثام أمثال حبيب وعابس حتى مثل هؤلاء لسنا بمستوى أداء حق هذه النعمة الكبرى لا نتمكن إمكانياتنا قابلياتنا أقل من أداء حق هذه النعمة الكبيرة الله عز وجل هو خالقنا يعرفنا أننا لا نتمكن يحصل ناقص بسبب وضعنا بسبب ضعف إيمان بعضنا وبسبب عدم إمكانية الخلص من المؤمنين إمكانيتهم لا تسمح الله سبحانه وتعالى عوض جبر تدارك هذا النقص الذي هو فينا كيف يتدارك هذا النقص تداركه الله سبحانه وتعالى عبر يده في الخلق من هم يد الله محمد وعاله محمد صلوات الله عليه وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها يدرك يعني يتدارك ترة يعني نقصان بكم هذه مقطع من زيارة من إحدى زيارات من إحدى أصح زيارات المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بكم يدرك يعني يتدارك يدرك الله ترة نقصان كل مؤمن يطلب بها كل مؤمن عنده نقصان هذا النقصان الله سبحانه وتعالى يتداركه بكم يكم اللهم صلى على محمد وعن هذا الشيء لعلنا عندما نقرأ هذه العبارة في هذه الزيارة الشريفة نتصور أن ذلك يكون في يوم القيامة في يوم القيامة يجعلون ميزان لأعمال المؤمن الميزان أعمال المؤمن خفيفة هنا يأتي كما في الأحاديث العديدة يأتي المولى أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام من أعماله يجعل على هذا الميزان فيرجح كفة ترجح كفة المؤمن هذا في يوم القيامة هذا النقص للمؤمن الله يتداركه بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام طبعا في بعض الأحاديث أن المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يجعل عملا واحدا فقط من أعماله هذا العمل ثوابه أجره يقسم على كل المؤمنين فبهذا العمل ترجح كفة أعمال كل المؤمنين بسبب هذا العمل الواحد فقط من أعماله صلى الله وسلم فالله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يدرك أن يتدارك ترت كل مؤمن نقصان كل مؤمن عنده يتدارك هو بكم بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا واضح أنا أقول هذه العبارة لها لعلها لها جانب دنيوي أيضا نحن في الدنيا أيضا عندنا نقصان أداء حق هذه النعمة الكبرى في الدنيا أيضا نعاني من نقصان فيه في أداء هذا الحق بالله عليكم المؤمنون يتمكنون أن يقفوا أمام هذه القدرات الضخمة التي أوقفت نفسها أن تعمل ضد طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام المؤمنون يتمكنون لا يتمكنون هذا الذي يحصل في زيارة الأربعين هذا الإعجاز العجيب هذا الإسناد الواضح بتلك اليد الإلهية الغيبية من الذي يصنع هذه المعاجز الكبرى العظيمة هذا المنظر الذي عندما يدخل الإنسان في أجوائه يعرف كم الإعجاز كبير الإنسان عبر الشاشات لا يتمكن أن يعرف الذين ذهبوا يفهمون ما أقول يدركون ما أقول المعاجز العجيبة التي تحدث في النفوس من الذي يصنع هذه المعاجز نحن نتمكن هذا النموذج الواحد من نماذج كثيرة لأداء حق هذه الولاية العظيمة هذا نموذج زيارة الأربعين نوع من أداء هذا الحق العظيم في زيارة الأربعين ماذا يحدث هناك معاجز تحدث في أرض كربلاء الذين ذهبوا يدركون وأنا ليس بإمكاني أن أذكرها أصلا لأنها لا تصدق هذه المعاجز إذا نقلناها الذي لم يذهب إلى زيارة الأربعين الذي لم يذهب إلى كربلاء خصوصا غير المؤمنين يقطعون بأن هذه القضية كذب إلا أن يذهبوا ويروا بأعينهم والقضية ليست قضية معقولة قضية محسوسة بالحواس الخمس بهذا الحواس الإنسان يراها ويدركها المناظر التي يراها الرائحة التي يشمها معاجز معاجز حقيقة عجيبة أنا أؤمن بالمعاجز ولكن أنا كنت أن لا أصدق كنت أن لا أصدق إلى أن أحسست الشيء بنفسي هذه المعاجز من الذي يصنعها يتسيدي الشهداء صلى الله عليه عندنا نقصا أم لا في هذه الدنيا غير القيامة في هذه الدنيا كيف يتدارك الله سبحانه وتعالى هذا النقص الموجود فينا النقص بسبب ظروفنا بسبب كثرة أعدائنا الله عز وجل يدرك العبارة لعلها تكون مطلقة بكم يدرك الله ليست هناك كلمة يوم القيامة في هذه العبارة بكم يدرك الله يعني يتدارك الله ترة كل مؤمن يطلب بها نحن نطالب بأداء هذا الحق عندنا نقص عندنا نقص بكم الله عز وجل يتدارك بكم يدرك الله يعني ماذا يعني أنا أجلس في مكاني لا أعمل أي عمل أنتظر أن الله سبحانه وتعالى يكمل القضية ببركة أهل البيت غلط أنت أعمل النقص الذي يحدث الله عز وجل يتدارك هو اسع سعيك هذه الزيارة الأربعينية العجيبة الإعجازية الاستثنائية العظيمة عبر ما شئت وكل التعابير صغيرة يلزم أن نعمل في إسنادها من الذي يسيرها هو المولى سيد الشهداء ولكن يلزم أن أعمل أنا أم لا أداء حق هذه الولاية يلزم أن أسعى فيها أم لا يلزم أن أسعى في نقاط ثلاث والنقاط عديدة أولا كم ثانيا كيف ثالثا وقوفا أولا كما هذه الزيارة العظيمة وأقصد بالخصوص الزيارة إلى كربلاء وبالعموم كل المسيرات الأربعينية في كل الدول وبلاد العالم مسيرات الأربعينية بالعشرات لا بالمئات لعلها أكثر في بلاد العالم المختلف هذه المسيرات الأربعينية كمن يلزم أن أسعى أنا وأمثالي وكل مؤمن يتمكن أن نسعى أن لا يقل كم هذه الزيارة كم هذه الزيارة يعني ماذا يعني عدد الذين يذهبون إلى زيارة المولى سيد الشهداء في العام الماضي كم كان العدد ملايين بين قوسين أقول إحدى وسائل الإعلام إحدى مواقع المواقع الإخبارية العالمية التي ما ذكرت خبرا واحدا عن زيارة الأربعين ست سنوات يعني أقول موقع إخباري معادي ست سنوات ما ذكرت عنوانا واحدا خبريا عن زيارة الأربعين مع وجود مراسلين عديدين لهذه الجهة في العراق منذ سقوط الطاغية عندهم مراسلين عديدين لعله أكثر من عشر مراسلين عندهم ست سنوات ما قالت شيئا نهائيا ولا خبر واحد في العام الماضي هذا الموقع الإخبار العالمي بهذا الواصف في العام الماضي كان قد كتب أن عدد زوار الأربعين إلى كربلاء ما يقارب أو تجاوز الآن الترديد مني ما يقارب أو تجاوز ستة وعشرين مليون شخص الله أسأل على محمد ليس مهم ما قالوا المهم العدد محفوظ عند سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ويعلمه المهم ملايين أيا كان العدد هذا العدد أكثر أقل أيا كان في العام الماضي كان هناك عدد ملايين من المؤمنين ذهبوا إلى زيارة سيد الشهداء المفروض أنني وأنثالي وكل إنسان مؤمن يتمكن أن نسعى أن لا يكون العدد هذا السنة أقل يزداد الإطعام يلجم أن يزداد التبرعات يلجم أن تزداد أنا أسعى قلت في كربلاء بالخصوص في المسير إلى كربلاء بالخصوص وفي بقية بلاد العالم بصورة عامة المسير الأربعيني في البلد الفلاني يلجم أن لا يقل عددا تبرعا طعاما خدمات كم من الخدمات قدمت مائة نوع مائتين نوع خمسمائة نوع يلجم أن العدد يزداد سعي كمي في الكم في الجانب المقدار نسعى سعينا والإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يلطف يتكرم يجود يعطي أنا أسعى كم من يلجم أن لا يقل شيء في هذه الزيارة الأربعينية في بلاد العالم أنا بمقدار مسؤوليتي لعلي أتمكن في بلد معين في بلدي أتمكن أن أسعى أن العدد يزيد في بلدي كم شخص خرج في مسيرة الأربعين في العام الماضي عشرة ألاف عشرين ألف خمسين ألف أكثر أقل هذا هذه السنة يلجم أن العدد يزيد أسعى لهذا الشيء كم من ثانيا كيف كيف في أداء الزيارة وبالخصوص وبالخصوص كيف في درجة النية في درجة الإخلاص كيف عند الله لا عند الناس في العام الماضي ذهبت إلى زيارة سيد الشهداء في كربلا أو في بلدي ذهبت إلى مسيرة معينة بنية طبعا خالصة قطعا الإخلاص موجود الإخلاص موجود لكلهم لعله أقل من واحد بالمليون ما عنده إخلاص لعله أقول كلهم عندهم إخلاص ولكن درجة الإخلاص مختلفة هذه الدرجة الإنسان يرقيها عندي إخلاص إذا ذهبت إلى كربلا كان عندي هذه السنة إذا أذهب إلى كربلا درجة إخلاصي كم هي نفس المقدار الذي كان في العام الماضي لا هذا خطأ يلزم أن يكون أن تكون هناك على الأقل زيادة قليلة في أعمال الحسينية التي أؤديها في بلدي في أيام الأربعين يلزم أن تكون النية ممكن لا تتصور أن القضية صعبة الإنسان بشيء من التأمل يرقي نيته يرقي درجة إخلاصه هذا ثانيا ثالثة المؤمنون يشتركون جزاهم الله خير جزاء المحسنين يكثرون السواد بأشكال مختلفة جزاهم الله خير الجزاء بعض المؤمنين لا يكثرون السواد فقط وإنما يرفعون راية حسينية في الأربعين هؤلاء الذين يرفعون راية حسينية في بعد من الأبعاد يحتاجون إلى دعم مني ومنك يحتاجون إلى إسناد يلزم أن أسندهم أنا بجهودي بأموالي على الأقل بلساني على الأقل كلمة تشجيع بعضهم رفعوا راية حسينية مرجع تقليد رافع راية حسينية نائب في البرلمان رافع راية حسينية مسؤول معين في الحكومة رافع راية حسينية موكب معين رافع راية حسينية هؤلاء الذين رفعوا راية حسينية في قضية الأربعين هؤلاء تعلمون يحاربون هؤلاء مركز الحرب هي الحرب موجودة كلما كنت بمستوى أرقى الحرب ضدك تكون أشد هؤلاء يحتاجون إلى أن نقف بجانبهم أن نقف لهم على الأقل بكلمة تشجيع أشجعهم بلساني على الأقل إذا كنت لا أملك شيئا أسندهم به أقول لهم جزاكم الله خير الجزاء أقول لهم أديتم واجبا كان علينا أن نؤديه أنتم رفعتم الرأي القضية جدا كبيرة واللطف الكبير ينزل ولكن هذه بعض واجباتنا بعض ما يكون من الواجب أداء لهذا الحق العظيم الذي لا نتمكن أن نؤدي حقه ولكن نتمكن أن نسعى أقرأ لكم حديثا شريفا هذا الحديث الشريف ورد في كامل الزيارات صفحة 537 وثلاثين عن عبد الله بن حماد عبد الله بن حماد هذا من شيوخ أصحابنا من الوجوه الناس المرموقين الحديث حديث مفصل مقطع من هذا الحديث يقول أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال له إن عندكم أو في قربكم هذا الترديد لعله هو من عبد الله بن حماد أو من الرواة عنه إن عندكم أو في قربكم لفضيلة هذا الشخص على الظاهر كان يسكن في العراق في العراق يعني في الكوفة الكوفة قريبة من كربلاء إن عندكم أو في قربكم لفضيلة ما أوتي أحد مثلها وما أحسبكم تعرفونها كنها معرفتها نحن لا نعرف شيء جدا عظيم قيمته لا نعرفها أكثر المؤمنين لا يحافظون على هذه النعمة وَلَا عَلَا عَلَى الْقِيَامِ بِهَا وَإِنَّ لَهَا لَأَهْلًا خَاصَّةَ قَدْ سُمُّوا لَهَا سُمُّوا مِن السُمُّوا أو قَدْ سُمُّوا لَهَا تَسْمِيَةَ من الوسام لعل الأول أولى قَدْ سُمُّوا لَعَلَّهُ وَإِنَّ لَهَا لَأَهْلًا خَاصَّةَ قَدْ سُمُّوا لَهَا وَأُعْطُوهَا هذا التوفيق البعض حصل عليه هذا التوفيق الذي يتحدث عنه الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ما هو وَأُعْطُوهَا بِلَا حَوْلٍ مِنْهُمْ وَلَا قُوَّةِ القضية ما كانت أنهم اكتسبوا هذا التوفيق لا أعطوها بلا حول منهم ولا قوة إلا ما كان من صنع الله لهم الله أعطاهم وسعادة حباهم الله بها ورحمة ورأفة وتقدم الله أعطى للبعض هذا التوفيق قلت جعلت فداك وما هذا الذي وصفت ولم تسمه عم ماذا تتحدث تقول أنتم عندكم شيء قريب منكم ونحن اليوم هذا الشيء قريب مننا المسافة بين الكوفة وكربلاء آنذاك كانت أطول أطول لا كم أمتار أطول كطي مسافة من المسافة بين هذا البلد وكربلاء اليوم وبين كثير من البلاد وكربلاء ناهيك عن أن القضية ليست قضية طي مسافة ساعات القضية قضية الصعوبات الصعوبات التي كانت في عصر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كانت أكثر بكثير من الصعوبات التي يراها الإنسان إذا سافر من غرب الأرض إلى كربلاء اليوم قلت جعلت فداك وما هذا الذي وصفته ولم تسمه هذا الذي تقول عندكم أو في قربكم لفضيلة ما أوتي أحد مثلها وما أحسبكم ما هذه الفضيلة الذي تتحدث عنها قلت جعلت فداك وما هذا الذي وصفته ولم تسمه قال عليه الصلاة والسلام زيارة جدي الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليهما فإنه غريب بأرض غربه يبكيه من زاره ويحزن له من لم يزره ويحترق له من لم يشهده ويرحمه من نظر إلى قبر ابنه عند رجله في أرض فلاة لا حميم قربه ولا قريب ثم منع الحق وتوازر عليه أهل الردة حتى قتلوه وضيعوه وعرضوه للسباع ومنعوه شرب ماء الفرات الذي يشربه الكلاب كما هذه الكلمة كانت صعبة على قلب الإمام الصادق أنا عندما أسمع هذه الكلمة الكلمة صعبة عليها أنا المؤمن العادي أسمع أن هذا الماء يجري المؤمنون يشربون منه الكفار يشربون منه الحيوانات حتى الكلاب تشرب منه وهذا الماء المباح للكل منع من خير خلق الله في ذلك الزمن وضيعو حق رسول الله صلى الله عليه وآله ووصيته به وبأهل بيته إلى أن قال عليه الصلاة والسلام هل تدري ما فضل من أتاه وما له عندنا من جزيل الخير هل تعلم الذي يذهب إلى زيارة المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ما الفضل ما فضله ما فضله يعني ما فضله عند الله وما له عندنا من جزيل الخير ما فضله عند الله وما هي مكانة هذا المؤمن الزائر عند أهل البيت عند الله وعند أهل البيت فقلت له فقال عليه الصلاة والسلام أما الفضل يعني فضله عند الله عز وجل فيباهيه ملائكة السماء هذه الكلمة توقفت عندها سابقا في وقت سابق كلمة حقا عجيبة جدا جدا عجيبة مباهات الله سبحانه وتعالى بزوار الإمام الحسين ملائكة السماء هذا جدا عجيب وهناك جانب جدا جدا عجيب أصلا لا يصدق يستفاد من هذه الكلمة لعلي أتوقف عند هذه الرواية الشريفة هذه الرواية مفصلة تحتاج إلى مجلس الإنسان يتوقف عند كلماتها وكلماتها جدا جميلة وتتضمن أمورا مهمة جدا رواية عجيبة هذه هذه الكلمة تتضمن شيئا عجيبا يستفاد من هذه الكلمة مباهات الله بزوار سيد الشهداء ملائكة السماء هذا يستفاد منها شيء عجيب في زيارة المولى سيد الشهداء هذا عند الله وأما ما له لهذا الزائر عندنا فالترحم عليه كل صباح ومساء إمام زمانك يترحم عليك كل صباح ومساء تعلم كم هي قيمة هذه الكلمة مرة واحدة إمام زمانك يترحم عليك يكفيك مرة واحدة فكيف إذا ترحم عليك صباحا ومساء كل صباح ومساء حسب هذه الرواية الشريفة بيننا وبين الأربعين أسبوع بالضبط الجمعة القادمة تصادف يوم الأربعين الذي يتمكن أن يذهب فوالله هنيئا هنيئا له نعمة لا تثمن بالدنيا وما فيها لا تثمن بأضعاف الدنيا وما فيها الذي يتمكن والذي لا يتمكن لأي ظرف لأي سبب ولا يتمكن أن يذهب قبل الأربعين ولا يتمكن أن يذهب بعد الأربعين البعض لا يتمكن أن يكون هناك يوم الأربعين لظروفه يتمكن أن يذهب قبل الأربعين بأيام بعد الأربعين بأيام فليذهب هذه زيارة الأربعين الذي لا يتمكن أن يذهب بسبب ظروفه الخاص هذا الشيء ذكرته لكم أكثر من مرة وأكد عليه لا يجلس الإنسان في داره ويزور المولى سيد الشهداء يوم الأربعين يخرج من داره خصوصا إذا كان يتمكن يخرج إلى الصحراء الخروج إلى الصحراء في زيارة المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام منصوس هذه من الشعائر المنصوس عليها هناك شعائر حسينية ذكرت بالإطلاقات والعمومات وهناك شعائر حسينية نص عليها الخروج إلى الصحراء لمن لا يتمكن أن يذهب إلى كربلاء هذا شيء منصوس عليه وارد في روايات عديدة إحدى الروايات على أمام ببالي رواية حنان بن سدير رواية مفصلة في زيارة المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام الإمام يقول أنه يبين أن هذا الشيء إذا بالنسبة للشخص الذي لا يتمكن الإمام يذكر عن زيارة سيد الشهداء على أمام ببالي الرواية هكذا فهو يقول أنه أنا لا أتمكن أو شخص يقول لا يتمكن فالإمام عليه الصلاة والسلام يقول اصعد إلى أعلى موضع من دارك أو الصحراء هذان بديلان الذي يتمكن أن يذهب أن يخرج من داره إلى الصحراء يزور في الصحراء هذا أفضل من أنه يجلس في داره ويزور فرادة فرادة مجاميع مجاميع شخص عنده سيارة يركب في سيارته يذهب إلى الصحراء نصف ساعة ساعة ساعتين أكثر أقل في الصحراء ينزل يزور الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بمفرده مع عائلته مع أصدقائه مجموعة مجموعة فرادة فرادة يتمكنون أن يستأجروا باصا ينقلهم إلى الصحراء معا مثلا بأي طريق الإنسان يخرج إلى الصحراء في يوم الأربعين في الصحراء ينزل يزور الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يرجع إن كانت هناك أعداد كبيرة فهؤلاء بحاجة إلى خدمات البعض من الجيد أنه يوقف نفسه خدمة لهؤلاء الزوار ينقل لهم طعاما ينقل لهم ماءا ينقل لهم خدوات يحتاجون إليها إذا كان العدد كبيرا يحتاجون إلى أشياء كثيرة يهيئ لهم سيارات بعض الناس ما عندهم سيارات لا يتمكن أن يركب فيه سيارة عادية يحتاج إلى رعاية يرعاهم الإنسان هذا البديل الأول البديل الثاني ما ورد في هذه الرواية وفي روايات أخرى أيضا رواية حنان بن سدير ورواية ثانية شخص لا يتمكن أن يذهب إلى الصحراء على الأقل يصعد إلى سطح داره على السطح أعلى موضع في داره هناك يزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فوق السطح هناك يقف يتوجه إلى كربلاء يزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في أعلى موضع في داره فوق السطح كلمة أقولها لعل الله سبحانه وتعالى بواسطة قنوات فضائية بوسائل ثانية يوصل كلامي إلى من يكون هناك الذين يتمكنون أن يخدموا الزوار أصحاب المواكب في الطرق أصحاب المواكب داخل كربلاء المسؤولون الشرطة الجيش أي شخص يتمكن أن يخدم سهدوا طريق زوار سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام هؤلاء مكرمون عند الله فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك الله كرم زوار الإمام الحسين تكريم زوار سيد الشهداء ورد في روايات عديدة إن لم أقل كثيرة إحدى هذي زيارة عشرة فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني من يقل هذه الكلمة الذي يزوره الإمام الحسين وأكرمني بك زوار سيد الشهداء مكرمون زوار سيد الشهداء وفد الله هذه الكلمة وردت في الرواية الشريفة وفدوا اللهم وفدوا رسول الله لعل العبارة الواردة في الرواية الشريفة وفدوا الله ووفدوا رسوله هؤلاء ضيوف الله هؤلاء ضيوف رسول الله الله كرمهم الإنسان يخدمهم بالذي يتمكن الإنسان يكرمهم يعظمهم في نفسه ينظر إليهم نظرة تعظيم هذا إنسان مكرم أيا كان في أي مستوى كان كان غنيا أو فقيرا كان كبيرا أم صغيرا هذا الشخص مكرم عنده قيمة عند الله سبحانه وتعالى ينظر الإنسان إليهم نظرة تكريم تعظيم يخدمهم قدر استطاعته الذي يتمكن أن يخدمه البعض يتمكن أن يؤدي خدمة أكبر لا تقصر لا تكتفي بالخدمة الأقل إذا كنت تتمكن من الأكثر ولعله إحدى لعله يستفاد من الروايات الشريفة أن إحدى حقوق هؤلاء الزوار علينا الدعاء لهم المؤمنون في كل بلاد العالم يدعون لزوار سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام كما أن المطلوب من زوار سيد الشهداء أن يدعوا للمحرومين من زيارته أسأل الله سبحانه وتعالى ببركات المولى سيد الشهداء باسمه العظيم عند الله عز وجل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اكتبنا من زوار الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين عاجلة اللهم ارزقنا زيارة الحسين آجلة اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عاجلا وآجلة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم احفظ زوار سيد الشهداء اللهم أوصلهم إلى تلك البقع المباركة سالمين معافين تقبل أعمالهم وزياراتهم اقضي حوائجهم استجب أدعيتهم أرجعهم إلى بلادهم وإلى أهاليهم سالمين إلى سالمين غانمين إلى غانمين لا فاقدين ولا مفقودين اللهم من مات في طريق زيارة الإمام الحسين من قتل في طريق زيارة الإمام الحسين اللهم اكتبهم مع شهداء كربلاء اللهم اكتبهم مع أنصار الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا إنك أرحم الراحمين والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر